واصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 642 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 950 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط قرابة 86 طن في مجالي السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 840 طن كما تم ضبط 24 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 921 قضية من بينها 316 قضية خبز ناقص الوزن فضلا عن 301 من القضايا المتعلقة بالخبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر